سلسلة تمارين القطع النقدية 1 مليم و2 مليم و5 مليمات أولاً أمثلوا 2 مليم بطرق مختلفة وألونوا أقل عدد من القطع أحسنتم صنعاً أحبك الصغار الإجابة تكون كالتالي 2 مليم يمكن تمثيلها بهذه الطريقة 1 مليم زائد 1 مليم ويمكن أيضاً تمثيلها عن طريق قطع واحدة وهي 2 مليم سنقوم بتلوين القطع الواحدة المكتوب عليها 2 مليم لأنها أقل عدد من القطع أمثلوا 3 مليمات بطرق مختلفة وألونوا أقل عدد من القطع جيد جداً أحباء الصغار الإجابة تكون هكذا 3 مليمات يمكن تمثيلها عن طريق القطع 2 مليم زائد 1 مليم أو بهذه الطريقة 1 مليم زائد 1 مليم زائد 1 مليم سنقوم بتلوين القطعتين 2 مليم زائد 1 مليم لأنها أقل عدد من القطع أمثلوا 4 مليم بطرق مختلفة وألونوا أقل عدد من القطع أحسنتم يا صغار هكذا تكون الإجابة 4 مليمات يمكن تمثيلها بهذه الطريقة 1 مليم زائد 1 مليم زائد 1 مليم زائد 1 مليم أو 2 مليم زائد 1 مليم زائد 1 مليم أو 2 مليم زائد 2 مليم سنقوم بتلوين 2 مليم زائد 2 مليم لأنها أقل عدد من القطع أمثل خمسة مليمات بطرق مختلفة وألون أقل عدد من القطع أحسنتم يا شطار، الإجابة تكون كالتالي خمسة مليمات يمكن تمثيلها بهذه الطرق سنقوم بتلوين القطعة المكتوب عليها خمسة مليمات لأنها أقل عدد من القطع ثانياً، أربطوا خمسة مليمات، اثنين مليم، أربعة مليمات، ثلاثة مليمات جيد جداً يا شطار، الإجابة تكون هكذا ثالثاً، أحسب المبلغ المالي في كل مرة اثنين مليم زائد واحد مليم يساوي كم مليم؟ اثنين مليم زائد اثنين مليم زائد واحد مليم يساوي كم مليم؟ اثنين مليم زائد اثنين مليم يساوي كم مليم؟ أحسنتم أحبة الصغار، الإجابة تكون هكذا اثنين مليم زائد واحد مليم يساوي ثلاثة مليمات اثنين مليم زائد واحد مليم زائد واحد مليم زائد واحد مليم تساوي خمسة مليمات 2 مليم زائد 2 مليم زائد 1 مليم تساوي 5 مليمات 2 مليم زائد 2 مليم تساوي 4 مليمات رابعاً أشتب القطعة النقدية الزائدة 2 مليم 2 مليم و 5 مليمات 3 مليمات 2 مليم و 2 مليم و 1 مليم 4 مليمات 2 مليم و 2 مليم و 1 مليم 5 مليمات 2 مليم و 5 مليمات أحسنتم هكذا تكون الإجابة 2 مليم نقوم بشط القطعة المكتوب عليها 5 مليمات فهي قطعة زائدة 3 مليمات نقوم بشط القطعة المكتوب عليها 2 مليم فهي قطعة زائدة 4 مليمات نقوم بشط القطعة المكتوب عليها 1 مليم فهي قطعة زائدة 5 مليمات نقوم بشط القطعة المكتوب عليها 2 مليم لأنها قطعة زائدة 5 أربطوا 4 مليمات 6 مليمات 8 مليمات 9 مليمات أحسنتم يا شطار الإجابة تكون كالتالي سادساً أراد رامي شراء قطعة حلوة وصورة وقلماً أحيط ثمن المشتريات حسب المطلوب ثمن الحلوة 5 مليمات ثمن القلم 4 مليمات ثمن الصورة 3 مليمات أحسنتم أحبة الصغار الإجابة تكون كالتالي ثمن الحلوة 5 مليمات إذن سنحيط هذه القطعة النقدية 2 مليم زائد 2 مليم زائد 1 مليم ثمن القلم 4 مليمات إذن سنحيط القطعة النقدية 2 مليم زائد 2 مليم ثمن الصورة 3 مليمات إذن سنحيط القطعة النقدية 2 مليم زائد 1 مليم 3 مليم زائد 2 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 مليم